الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم مرحبا بك في ثاني حلقات هذا اليوم والأولى على القناة الأولى لموقع مشروح ودائما مع التطبيقات المفيدة جدا لمستخدمي أجهزة الأندرويد في هذه الحلقة إن شاء الله أقدم لك تطبيق حماية شامل لكنه ليس تطبيق حماية فقط بل فيه العديد من الميزات والمزايا الرائعة وأهم ما أعجبني في هذا التطبيق هو أنه يمكنكم خلاله عمل قفل نمط للمكالمات والرسائل على جهازك وهذا سوف يفيدك إذا أعطيت هاتفك إلى أي شخص طفل أو غيره للاستمتاع بلعبة معينة أو مشاهدة فيديو معين فحتى إذا تركته لساعات بين يديه سوف تكون مطمئن بأنه لن يستخدم جهازك في إجراء مكالمات أو إرسال رسائل لأنك سوف تقوم بقفلها بقفل إذن دعونا ننتقل مباشرة لنتعرف على مميزات هذا التطبيق مرحبا بك مجددا كما تشاهد معي هذا هو التطبيق مجاني متواجد في المتجر وهذا هو اسمه 360 Security Antivirus Boost لكن هذا البرنامج فيه عدة نسخ إذا بحثنا الآن عنه في المتجر سوف تجد عدة نسخ كما تشاهد تأكد من اختيار الأول الذي يحمل هذه الأيقونة وتجد في اسمه Antivirus Boost على العموم رابط التحميل تجده في موضوع حلقة والرابط أسفل هذا الفيديو على اليوتيوب نضغط على Open بعد تحميل وتستبيت البرنامج أو التطبيق مباشرة بعد أن يفتح معنا يبدأ في إجراء سكان لجهازك وكما تشاهد يقولي Boost Phone by 45% بمعنى أنه يمكنك تحسين سرعة جهازك هو أيضا يساهم في تسريع الجهاز ولفعل ذلك فقط تضغط على Boost إذا كما تشاهد معي انتهى الآن وقام بتحسين أداء جهازك نعود خطوة إلى الوراء ثم نذهب إلى قسم Clean هنا من هذا القسم أيضا يمكنك عمل Scan لإزالة أو التخلص من الملفات الضارة والغير مفيدة في جهازك هذا أيضا سوف يساعدك على توفير بعض المساحة في الجهاز إذا مباشرة بعد أن ينتهي نضغط هنا على Clean في الأسفل وانتهى الآن كما تشاهد Finish نقوم بإغلاق هذه النافذة ونعود خطوة أيضا إلى الوراء عندنا قسم Anti-Virus من هنا كما تشاهد البرنامج يوفر لك أيضا Anti-Virus أو برنامج حماية لجهازك وهذا أيضا مفيد جدا إذا نضغط على Scan من أجل إجراء فحص لجهازك من الفيروسات والبرمجية الخبيثة كما تشاهد Scanning for Malware نتركه إلى أن ينتهي مباشرة بعد أن ينتهي يقول لي كما تشاهد Caution Three Issues Found بمعنى يحذرني ويقول لي بأنه تم العثور على ثلاث مشاكل أو برمجية خبيثة في الجهاز نضغط على Repair All لإصلاح هذه المشاكل ثم نضغط على Note Now هنا وإنتهى كما تشاهد معي أيضا فينش قام بحل المشاكل إذا نعود خطوة أيضا إلى الوراء تجد عندنا هنا هذه الأيقونة نضغط عليها وهذه مجموعة من الخيارات عندنا Up Lock لإغلاق التطبيقات بما في ذلك كما قلت في بداية الشرح المكالمات والرسائل كما تشاهد وتقائيا يقوم بإغلاق جميع التطبيقات من خلال نمط إذن نحن سوف نقوم بإلغاء التأشير من كل هذه التطبيقات فقط تختار التطبيقات التي تريد عمل قفلها مثلا تطبيق الفيسبوك لا تريد من شخص ما أو أي شخص تعطيه هاتفك كأن يدخل إلى تطبيق الفيسبوك في هاتفك أقوم بالتأشير عليه أقوم أيضا بالتأشير على المساجين لإغلاق الرسائل منع أي شخص من الدخول إلى الرسائل ثم ننزل مثلا نغلق المكالمات أيضا من هنا كما تشاهد معي في الكونتاكت هذه المكالمات نقوم أيضا بالتأشير عليها ثم نضغط على لوك هنا أنا قمت بإغلاق ثلاث تطبيقات لذلك يدهر لي الرقم ثلاثة في حالتك سوف يدهر لك الرقم الذي اخترته يعطيك هنا إمكانية اختيار النمط الذي تريد استخدامه في إغلاق تطبيقات أقوم باستخدام نمط أم في حالتي لحظ أول من اسم موقع مشروح في طريقة الحال ثم تؤكد النمط مرة أخرى نضغط على confirm إذن تم إغلاق التطبيقات لاحظ معي عندما تنطفئ الآن شاشة الهاتف إذن بمجرد أن يتم إطفاء الجهاز فقط إطفاء الشاشة ليس إطفاء الجهاز ككل سوف يتم تفعيل القفل لاحظ معي الآن لو حاولت أنا أو أي شخص الذهاب إلى الرسائل مثلا لا أستطيع كما تريد إظهر معي النمط ولا يمكن لأي شخص أن يدخل إلى رسائلك إلا إذا قام بإدخال النمط الصحيح لاحظ مثلا أدخلت نمط خطأ لا أستطيع الدخول ونفس الشيء مع المكالمات الكونتاكت هنا كما تشاهد محمي أيضا بالقفل والفون حتى هو لا يستطيع الدخول إليه وبالتالي لن يستطيع أي شخص أن يقوم بإجراء مكالمات أو إرسال رسائل من جهازك إلا إذا كان يعرف النمط كما تشاهد الآن فتحها معي بعد أن قمت بإدخال النمط إذن هذه واحدة من الميزات الرائعة جدا في التطبيق كما تشاهد أيضا عندما يحاول أي شخص فتح التطبيق لن يتم فتحه إلا إذا قام بإدخال النمط الذي اخترته في الأبلوك إذن نذهب إلى باقي الأقسام عندنا Find My Phone هذا الخيار أيضا مهم جدا يمكنك من العثور على هاتفك أو جهازك في حال الضياع عندما يضيع جهازك أو يتعرض إلى الصرقة فيمكنك العثور عليه وهنا الميزات التي يقدمها هذا الخيار عندنا GPS and Map Location يقوم بتحديد مكان جهازك من خلال GPS وأيضا الخريطة عندنا Remote Screen Lock يمكنك أن تتحكم في شاشة هاتفك أو جهازك المسروق أو الضائع عن بعد عندنا Remote Alarm يمكنك من خلال هذا الخيار إرسال تنبيه عن بعد لهاتفك الضائع أو المسروق عندنا Seam Change Alert بمعنى أنه عندما يقوم الصارق أو أي شخص عثر على جهازك بتغيير بطاقة Seam أو بطاقة الاتصال فسوف يتم إرسال تنبيه إلى الحساب الذي سوف تسخدمه في هذا الخيار ثم عندنا أيضا من الخيارات المهمة Remote Data Deletion بمعنى أنه يمكنك أن تقوم بمسح جميع ملفاتك المتواجدة على هاتفك المسروق سواء صور أو فيديوهات عن بعد وهذا أمر رائع جدا فقط تضغط هنا على Activate لتفعيل هذه الميزة سوف يطلب منك تسجيل في حسابك على جوجل يمكنك أيضا مشاهدة الحلقة الشاملة في هذا الموضوع تجد الحلقة إن شاء الله في موضوع هذه الحلقة سوف تتعرف على تفاصيل هذا الموضوع بطريقة أخرى وليس من خلال هذا التطبيق إذن هذه واحدة من الخيارات المهمة جدا في هذا التطبيق عندنا أيضا من هنا يمكنك إدارة التطبيقات على جهازك عندنا الـ Uninstall يمكنك من هنا إزالة التطبيقات المتواجدة على جهازك كما تشاهد معي فقط بالضغط على عقونة سلة المهملات هنا عندنا الـ APK Manager يمكنك من هنا إدارة التطبيقات في ملفات الـ APK هذا الجهاز لا يوجد فيه الآن ملفات APK على جهازي لذلك لا تظهر الملفات إذا كانت لديك ملفات APK سوف تظهر هنا عندنا الـ App2SD هذا أيضا من الخيارات المهمة جدا يسمح لك بنقل التطبيقات من هاتفك أو من الذاكرة الداخلية لجهازك إلى الذاكرة الخارجية والـ SD Card إذن هذا أيضا من الخيارات المهمة الـ App Manager نعود خطوة إلى الوراء عندنا الـ Call and SMS Filter من هنا يمكنك أن تقوم بحجب أو منع شخص معين من الاتصال بك أو إرسال الرسائل إذن لمنع شخص ما من الاتصال بك أو مرسلتك تضغط على Filter Settings ثم تضغط على Add وتختار من هنا الشخص إما تختارهم من الـ Call Log أو من المساج من الرسائل أو من جهة الاتصال نختار مثلا شخص من جهة الاتصال أختار مثلا رقمي Mine ثم أضغط على OK وبالتالي عندما يحاول هذا الشخص الاتصال بك لن يستطيع تم حجبه وهذا سوف يكون مفيد بطبعة الحال إذا كان شخص معين يزعجك بك اتصالات أو رسائل فيمكنك أن تمنعه بهذه الطريقة إذن هذه واحدة من الميزات الرائعة جدا في هذا التطبيق نعود إلى الوراء عندنا أيضا Data Monitor من هنا يمكنك أن تتعرف على استهلاك جهازك كما تشاهد أو البيانات على جهازك يعطيك بعض المعلومات الخاصة باستهلاك البيانات على جهازك عندنا Update من أجل التحديث تحديث التطبيق نفسه ثم عندنا Syteens هنا تجد بعض الإعدادات المفيدة أيضا للجهاز لاحظ معي بأن التطبيق يضيف هذه الأيقونة الصغيرة هنا في الجانب وأيضا يضيف أيقونة في الأعلى إذا ذهبت إلى الشريط هنا في الأعلى سوف أجد عندي هذا الشريط هنا إذا كان هذا يزعجك هذا الشريط العلوي وأيضا هذه الأيقونة الصغيرة هنا فيمكنك أن تقوم بإزالتها من خلال Syteens فقط تذهب إلى التطبيق ثم نقوم بإزالة تشير من هنا هذا للنافذة أو تلك الأيقونة التي تظهر في الجانب وهذا الخيار للنوتيفيكيشن أو الشريط الذي يظهر في الأعلى إذا فقط تقوم بتعطيلها وإذا عدنا الآن سوف تجد بأن الأيقونة الجانبية اختفت وأيضا هنا في الشريط العلوي لم يعود يظهر عندنا ذلك الشريط الخاص بالبرنامج إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة لا شك أنه تطبيق رائع جدا ومفيد أتمنى أن تكون قد استفتت من هذا الشرح لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة والاشتراك في القناتين الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته